خلينا نقف عند محطة يوسف شهين وانت بدأت معنا سكندريا ليه الأول؟ سكندريا ليه جاءت الفرصة ازاي برضو؟ مش أي حد يوسف شهين يدور عليه ده صحيح يعني كان فيه قبليها أفوه أرانب وحاجات كتير كان فيه قبليها حاجات كتير اه احنا بتوع الأوتوبيس أفوه وأرانب الكذاب مع الأستاذ صلاح وصيف طيب جاءت ازاي بقى الفرصة مع يوسف شهين؟ الأستاذ الأستاذ يوسف شهين كان طالب من الأستاذ سيف أبرحمن عايز ثلاث صحاب لمثله مش ثلاث ممثلين يعملوا صحاب أوكي وده الحقيقي بالزبط وعبد الله ومحسن ما كناش من فرق بعض يعني عدنا سنين عمرنا تقريبا يعني ما بنسبش بعض خلص يعني أيام هم عندي أنا عندهم يعني كنت معنا في شبرة برضو؟ ولا يوتوبيس شبرة ده اللي كان ما هو أنا متربي في أحمد بدوي ورود الفرق ومحسن وشيرين وانا وكل سيمون وناس كتير أه طبعا طبعا فطلب ناس يكونوا صحاب قريبين فزوجته الله يرحمها توفت قريب ربنا يرحمها والله يعني الله يرحمها مادام رجاء رجاء حسين كانت عارفة عارفة تعرف مادام نعم جريتلي وعارفة قد إيه إحنا صحاب وبتحبنا جدا فشورت له علينا الله فروحنا قابلنا الأستاذ يوسف في المكتب عمل انتربيو لكل واحد فينا و تعلمنا منه كتير جدا لأنه كنت هايب برضو خايب زي حسن الإمام كده ولا لا 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 خالص كنت خلاص بها مساعة تقول كمان أسئلة غريبة أنت وادية مش عارف إيه وبتاع آه آه ما سألناش على فكرة في التمثيل خالص بس مش طلب منكم أنتوا تتفرجوا على كل أفلامه عشان يناقشكوا فيها بعد كده فرجنا على كل أفلامه عنده في المكتب وعنده التعرض وعنده للشاشة الصغيرة وكل يوم نيجي نتفرج على فيلم ونوع دي احنا التلاتة نتناقش مع الأستاذ الشهين فنيا في هذا الفيلم ما فيش سكريبت لسه ولا أي حاجة لسه وكلها ونقشناه وبقت عشرة بقى من 78 لغاية 94 لما عملنا المهاجر فبقنا صحاب جد دي كانت أهم تذكرة لك لدخول السينما أعتقد لا دخلت من زمان السينما بس كانت محطة مهمة طبعا يعني ده عملت يعني اشتغلنا كتير زمان يعني الكداب ده كان الأستاذ محمود ياسين الله يرحمه مدام ده لأفاك كان أخرج الأستاذ صلاح ابو سيف قلت عملت دور حلوة في الفيلم يعني احنا بتقول اوتو بيز لأ المولد بعد ده دي حاجات لأ عملت كمان من الأفلام قبلها احنا بتقول اوتو بيز حكينا عن عاطف الطيب يعني هو عوضة قصير قوي لكن مبدع مبدع بشكل ليه هو مختلف عاطف الطيب لأنه إنسان مختلف لأنه هو تركبته مختلفة هو حد رائع الجمال كإنسان كبني آدم كحد بيحس زائد إنه زي ما علمنا الأستاذ يوسف شهين قالك المخرج زاوية المخرج زاوية اختيار زاوية عين المخرج ليه رؤية ليه رؤية وهو الأستاذ عاطف كان ليه رؤية مختلفة تماما الحقيقة وكان دايماً بيبقى فيه لينك بينه وبين ممثلين وبيحبهم مخرج الشاطر يحب الممثلين لأنه دول أدواته يطلع منهم أحسن دول أدواته بالضبط يعني أتذكر مثلاً في أبناء وقتل المشهد الأخير اللي أنا بتضرب فيه بالنار بنصوره في أمارة جنب كوبري الجامعة الساعة 2 الصبح وكل ممثلين الفيلم من الأستاذ محمول عبد العزيز الأستاذ مجدي وهبال مادام رجاء حسين وكل الناس مقودين فعمل أعملنا أول شاط وما جابين لي أمسين وبيحطول الفيوز بتاع الدم فأول شاط فخدني على جنبك قال لي ايه رأيك ايه رأيك لا لا سؤال مفاجئ انت تمام يعني شايف انه قلت له انت شايف ايه فقال لي لأ نايد قلت له نايده فعيدناها فلما عيدناها نداهلي قال لي أبو حميد أنا تمام انت ايه قلت له أنا لأ حسن عايز عيده فما فيش قمصان بيده فساعة 3 الصبح فقعد كل الكست حوالي ساعة ساعة ونص لجاءت ما جابولي عميس قبيل يعني أنا عايز عيد وده لتيك اللي اتاخد يعني ده لتيك اللي اتاخد في الفيلم يعني انت ينفع يدال عليك ان انت نمكي قوي في شغلك او بتهتم بالتفاصيل او لازم تكون متأكدة ان الحاجة مية في المية انت راضي عنها عشان تكمل ده اللي اتعلمناه ما هو أنا جبت منين ترجمة نانسي قنقر